مساء الخير في يومها الثالث تعرضت شهادة الرئيس فؤاد السنيورة لدرء المخاطر فالرجل عندما زرع اللغم على طريق حوار المستقبل حزب الله سعى للتحكم بالعبوة السياسية عن بعد ودرء مخاطرها لكن خبير المتفجرات على مقاعد الحوارات نبيه بري كان قد سبقه إلى سحب الفتيل ورفع شارة صمود الحوار بالثلاثة الشاهد لم يثبت على شهادته أضاع المحكمة واللبنانيين فهو وبعدما كرر أقواله عن محاولات حزب الله اغتيال الحريري عاد وتراجع قائلا أنا لست في أي موقع أستطيع فيه أن أسدد الإصبع وأقول إن حزب الله هو الذي ارتكب هذه الجريمة ولا بأي شكل من الأشكال ليس عندي معلومات ولا طريقة للاتهام فعلى ما عاش دراما واقعة السيارة إذن وأدخل اللبنانيين في دائرة الشك بين مكوناتهم وسحب المحكمة الدولية من رواية إلى نقيضها وأي سبب دفعه اليوم إلى تعطيل مفعول العبوة السياسية التي دسها بين المتحاورين رئيس حكم عقدا ونصفا بين الديوان المالي للحريري والوراثية السياسية في السرايا لكن دولته لا يعرف عبارة كررها السنيور عقب كل سؤال يرى في جوابه حرجا له لكنه إذا كان لا يعرف أسماء الضباط السوريين وليس لديه أي فكرة عن رذالتهم وعن أحوال المدينة في عهدهم فلن نصدق أنه لا يعرف بنك المدينة على الأقل كوزير تسلم شؤون الدولة المالية في خلال حكم الحريري ولد ضغط الدفاع وسؤاله عن المليار دولار التي اختلست من بنك المدينة اضطر السنيور إلى أن يعرف ويوضح الرقم من أنه ثلاثمائة مليون وليس مليارا وما لم يسأله الدفاع تبادر إلى طرحه قلاة الجديد أي خطة إنقاضية أقدم عليها السنيور وفريق الحريري لتحرير أموال 14 ألف مودع من بنك المدينة وهذا الفريق يتقدمه الشاهد اليوم كان أمينا على بيت المال اللبناني كاد المودعون يذهبون فرق عملة في عهدكم غير أن الجديد أخذت على عاطقها حين ذاك عملية الإنقاض التي كلفتنا السجن بعد الاتهام بالعمالة وضعنا أنفسنا في مهب الريح السورية العاتية وواجهنا رستم غزالي يوم كنتم تشترون درء المخاطر بتقديم الرشا يفاخر السنيور اليوم في شهادته أمام المحكمة بأن المودعين لم يخسروا أي قرش في بنك المدينة فهل كان ذلك بفضل جهودكم وأنتم كنتم على قيد البيع والشراء السياسي والمالي مع ضباط سوريين أين كانت عزيمتكم عندما عرضنا شيكات وصلت قيمتها إلى 70 مليون دولار سحبها رستم غزالي وأخواته وجرت ملاحقتنا إلى أن أصبحنا على شفير تصفية أو اختفاء في أحسن الأحوال لم يقل فؤاد السنيور شهادة حق واحدة ويليته ثبت على كلمة لا أعرف لكن أكثر ما يطعن في شهادته هو أنه لا يعرف بملف التنصط فيما أجهزة التنصط المتطورة اشتراها الرئيس رفيق الحريري وأودعها مكتب فؤاد السنيورة في مبنى سادات تاور والسنيورة لا يهمه التنصط ويقول ما يقوله على العلن وإذ به ضمن العبارة نفسها يعلن أنه يتوخى الحذر ولم يسأله فريق الدفاع مرة أخرى عن تقارير التنصط التي تصل إليه كرئيس للحكومة وبعد اليوم الثالث فإن اللبنانيين هم الذين يعرفون حقا هذا الرئيس ويحفظونه عن ظهر شهادة من بيروت إلى لهاي ترجمة نانسي قنقر